هنا بعد ما ضغطنا على المعاينة فمتحنا للاختبار أكتب عنوان البريد الإلكتروني بعدها نبدأ الحل اللي هو أين ظهرت مثلا حضارة فرعونية ظهرت في مصر أين أجلت حضارة دلمون في البحرين مثلا لو أكتب مثلا في مصر كطالبة أنا شو راح أحل ننظر الفيديو وتشغل ونشوف إذا عندنا الفيديو شغل أو لا طبعا نشوف عندنا الفيديو شغل أو ما في أي شيء تكلمي عن كيفية بداية تدوين التاريخ بدأ التاريخ نكتب مثلا بدأ التاريخ مع بداية العصر الحجري يعني إرسال نسخة البريد الإلكتروني طبعا راح نترسلي نسخة على طول أول ما سوي إرسال طبعا سويت إرسال نشوف ش راح يقولي أو ش راح يصير طبعا هذا هو الاختبال القصير تم تسجيل ردك عرض النتيجة نحط مثلا عرض للنتيجة نشوف أن أجمال النقاط هو 1 من 5 طبعا ليش 1 من 5 لأن الدرجة اللي هو أين ظهرت الحضارة فرعونية عليها درجة وحدة صلح ليها حضارة دلمون إجابتي كانت خاطئة أما اللي هو تكلمي عن كيفية بداية تدوين التاريخ اللي هو من 3 درجات هذا راح يكون تصحيح يدوي مني أنا كمعلمة فما راح يصحح ليها أو يقدر يصحح ليها البرنامج اللي هو جوجل فونس طبعا الحين احنا عيننا الاختبار وخلصنا الحين راح نشوف طبعا في خيار تعديل الإجابة أو اطلاع على الردود السابق نشوف تعديل الإجابة طبعا هذا إذا كانت مثلا المعلمة حاطت لي يعني معضتنا أكثر من محاولة في حال الاختبار لكن احنا محتاجين أساسا طبعا راح أسوي خروج من الاختبار احنا شفنا الإعدادات طبعا احنا ليش قلنا أن أهم شيء في الإعدادات اللي هو الاختبارات اللي هو جعل هذا اختبار لأنه ممكن في جوجل فونس يكون استبانة لكن احنا ما نبيه يكون استبانة طبعا إذا شلينا هذا الخيار ومنفعلنا راح يكون على هيئة استبانة احنا نبيه يكون كاختبار نطق على حب طبعا جنب إرسال نشوف أنه في خيارات اللي هو إما ننشأ نسخة من الاختبار هذا أو ننقله إلى المهملات اللي هو ننسحها أو الحصول على رابط تم الأهم مسبقا أو نضيف مثلا متعاونين يعني نضيف معلمين يساعدوني في إنشاء هذا الاختبار أو الأعدادات المفضلة نشوف المزيد من الأعدادات طبعا نشوف هنا الردود الردود شنو يقول لي يقول لي في أحد نشوف لي رد واحد يعني قبل رد واحد طبعا هذا لما سوينا المعاينة حاط لي إنه قبول الردود إحنا نفعلينه الملخص حاط لي الإحصائيات المتوسط اللي هو واحد نقطة من خمسة ومتوسط أيضا واحد من نقطة من خمسة النقاط واحد من واحد نقطة نشوف إن السؤال الأول تم الإجابة عليه وخذوا درجة كاملة من المجيبين طبعا هذا هنا النقاط المسجلة اللي هو خمس نقاط سجلنا نقطة واحدة بس لما سوينا معاينة وحلينا الأسئلة الشائعة غير السائبة اللي هو أين نشأت حضارة دلمون اللي خذنا فيها صفر من واحد وطبعا البريد الإلكتروني اللي تسجل في الاختبار الأول في الاختبار المعاينة هذا هو اللي هو بريد الإلكتروني ونتيجة كانت واحد من خمسة تاريخ ووقت إصدار النتيجة ما حطوا التاريخ ولا وقت طبعا نحن أقدر أحط إصدار النتائج لما أضغط على إصدار النتائج مثلا يكون إندزت الطالب النتيجة لكل المجيبين والأختار هو شخص واحد مثلا للجوهرة اللي جاوبت على الاختبار طبعا أحط إلغاء هنا سؤال مثلا أين نشأت حضارة دلمن حط لي صفر رد واحد صحيح ما فيه ولا أي رد صحيح على هذا السؤال هنا حط لي علامة اللي هو تم حفظ أو نسخ المخطط البياني وهني مخطط بياني لأين ظهرت الحضارة الفرعونية وحط لي إن إجابتي كانت صح هنا يتكلم يعني كيفية بداية التدوين رد واحد حط لي إن بدأت شذيه وحط لي شنو هو الرد طبعا هذا راح يكون لطالبة واحدة اللي هي ردت الرد على الأسئلة ونسوي إرسال للاختبار لما نضغط مثلا على إرسال الاختبار يحط لي عدة خيارات اللي هو مثلا أرسل إلى جميع عنوين البلد الإلكتروني وطريقة الإرسال إما عن طريق البلد الإلكتروني أو إنه يكون ملف وأرسله عن طريقة أو نشوف هذا اللي هو تحميل التش التش والعرض وحط الشم يكون والشم راح يصير طبعا في أكثر من طريقة الإرسال مثلا هنا نحط البلد الإلكتروني الموضوع اختبار قصير الرسالة تضمين نموذج في الرسالة الإلكترونية وحط إرسال أو إضافة متعاونين طبعا هذه كلها نقدر نحن نسويها ونرسلها مثلا هنا لما ندش على الفصل الدراسي أو الواجب الدراسي نشوف الأختبار نشوف الأختبار الأعدادات تعلناها فعلنا كل شيء حطينا نضغط على إرسال نحط جميع العناوين نحط مثلا إلى طالبة اللي عندي اسمها نوف ثنوف المهنة ونحط لوجيميل .com طبعا تأكد بس من إيميل للطالبة قبل الإرسال نوفر مهنة 28 نسوي إرسال نحط مثلا تطمين نموذج في الرسالة ثن أراجع الحل ثن أراجع الحل نسوي ثن أرسال ثن أرسال ثن أرغب نحط ونزل تقضي قيمة الاختبار التلقائية اللي يكون من خمسة ثن أرغب نحط حفظ حاطلينا تم حفظة في درايف ونشوف الشاشة الرئيسية مثلا الاختبار حاطلي اياه انه فيه نموذج بلا عنوان ونموذج اختبار طرق البحث التاريخي طبعا هذه النماذج اللي هو المستندات والجداول سيتراجع لان احنا اساسا ما نبي مثلا نقدر هنا بالاسئلة اضيف مثلا حاطينا اختبار عنوان هذه كلها شفناها مثلا نقدر نغير الاعدادات هذه الاعدادات كلها مضبوطة ندخل على الاختبار القصير نضغط على تأديل لما ندش على الاختبار القصير راح نشوف ان هذا هو اختبارنا القصير اللي احنا اشتغلنا عليه طور اليوم حاطلي النتيجة نضغط على علامة الاكس نشوف طبعا هنا بمعنى الاختبار عندي فنقدر نسوي لنسخ من الرابط نحصول على الرابط الذي تم مرأة مسبقا لا انا برابط الجسمة الاختبار هذه النسخة سوينا نسخة من الاختبار نضيف طبعا هذا هو الاختبار نحط ادراج حاطلي انه تم ارفاق الملف طبعا حاطلي انه انا ساهمت بالرد بس انا اقدر مثلا نحط نمسحها ونحط اضافة والي هو هذا الاختبار نضغط على ادراج بيكون عندي الاختبار موجود هذا هو الاختبار موجود عندي طبعا انا خلاص سويت او انشأت اختبار وخلصت الحين ش راح اسوي راح اشوف الخيارات اللي موجودة على جم طبعا اقدر اضفت اختبار وانشأت طبعا الانشاء اقدر انشأ العديد من الامور بلكن بالناحية الاختبارات انا بس محتاجة اني انشأ اختبار طبعا قلنا لكلو الطلاب الدرجة قلنا راح تكون من خمسة وقت التسليم راح يكون مثلا وقت التسليم اللي هو تاريخ واحد وثلاثين الساعة 11.50 مساء مواضيع طبعا راح نضمه للاختبارات قواعد الاساسية مو محتاجينها جدول زمني مو محتاجين جدول زمني نحط تعيين طبعا اذا كان اختبار فعلي راح نحط عزل الزمني انه ينزل مثلا الاختبار مثلا 11.59 راح ينزل قبلها بدقيقة دقيقتين او بنفس الوقت يحلون الاختبار وينتهون منه او نحط قبلها بساعة يعني او نص ساعة عشان يختبرون وخلصون يكون عندهم وقت طبعا هنه راح نحط تعيين طبعا يقول لي اتريد تعيين اختبار قصير نقول لي تم نبي نعين اختبار وحاط لي نشوف صوب الاختبارات تم تعيين الاختبار طبعا اخترنا احنا جميع الطلاب طبعا هذا اختبار منتصف الفصل كمسودة بس احنا ما نبي راح نسوي له حذف حذفنا اختبار منتصف الفصل طبعا حين نشوف احنا خلصنا سوينا الواجبات سوينا الاختبارات نموذج عنا الحين توجيه الاسئلة نضغط عليه نشوف شنه توجيه الاسئلة طبعا توجيه الاسئلة يوجه سؤال لجميع الطلبة يقدرون الطلبة يجاوبون على السؤال اللي انا وجهته مثلا اش راح نكتب اش راح نكتب فبدأت الحضارات سؤال عام يقدرون يجاوبون عليه بعدها نكتب في التعليمات مثلا شاهد الفيديو ثم اجب على السؤال ثم اجيبي ثم اجيبي